هناك هجمات مستمرة بالصواريخ آخرها البارحة أدى إلى اجتشهاد خمس أشخاص أطفال وأمرأة من أهنة ومن عوائلنا بالنتيجة هذه خلت بعض المؤسسات أو هيئة دوليماسية تفكر بإغلاق سفاراتها في العراق وأولها دوليماسة من تحل الأمريكية اليوم تحاد الأوروبي كذلك يفكر يناقش موضوع إذا الأمن على المنطقة الغضاء غير متوفر غير قادر على العمل في العراق وقالوا بكل صراحة هذا الموقف ليس ضد الحكومة العراقية وإنما ضد ظروف البلد الأمنية وهم غير قادرين على الاستمرار بالعمل في العراق أغلاق السفارات يعني أغلاق التعاون الاقتصادي الثقافي العسكري في ظروف عندنا تحديات كبيرة في العراق الثقافي العسكري الثقافي العسكري